إلا أشهر معدودة عن فتح كل من بنك الاتحاد الجزائري بموريطانيا والبنك الجزائري السينيغال بدكار عاصمة السينيغال بعد مطالب عديدة من قبل المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين كون هذه البنوك شرطاً أساسياً للترقية الصادرة الجزائرية فما الذي تغير؟ حالياً الصادرات والتبادل التجارية طلعت روسيفا تقريب 500% لأننا استوردنا وصدرنا تقريباً 300 مليون دولارات لكنا في بابنا 40-50-60 مليون دولار ورح يساهم مصيفة قوية في التصدير من الجزائر لأننا رح يكون السلعات تانا موجودة على مستوى نواك شوت والناس تماك المستوردين يحبوا يشروا مباشرة مخطط الدولة الجزائرية لم يقتصر فقط على فتح البنوك ليتم إرفاقها بمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية أين كانت البداية بمشاركة حوالي 60 عارضاً وها هي اليوم وفق المتعاملين تتجاوز كل التوقعات تقريباً 60 مصدر ديرها موجودين على مستوى الشهروم نضرب للمعارض هذا رح يتاني نزيد ونجلبوا واحد أخرين لأننا كانت مساحة كبيرة تداء من ثلين شهر جاي ماي بصيفة قوية رح ينبرحن الرغبة في التصدير وتبادل مع موليطانيا خاصة الجو السياسي يرى مستوى ما شاء الله تقريباً حوالي 120 مصدرين موجودين خاصة صناعة الكبار الغلائية الاندستوريال الإلكتروميناجي يعني كارومينزالية اليوم موفق المخطط العام للحكومة والرامي لترقية الصادرة خارج المحروقات أصبح الأمر بيد المتعملين الاقتصاديين ولا حجة لهم إلا العمل وتحقيق الأرقام المنشودة ترجمة نانسي قنقر